السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة تركيا وحكاية الأعزاء أهلا وسهلا بكم معاكم أخوكم مراد محمود لمتابعة آخر التطورات في مسترنا الحبيبة وموضوع شغل الرأي العام النهاردة وهو موضوع تطوير طريقة الدمغة للمسوغات الزهبية والمجاهرات هنشرح الموضوع ده عبارة عن إيه؟ هنتكلم عن تأثير القرار ده على أصحاب المشغولات الزهبية اللي مختومة بالختمة الأديم لو حضرتك عندك دهب وخايف على قيمة السوقية تعمل إيه؟ إيه فايدة المشروع ده؟ تابعنا لآخر الفيديو معلومات مهمة جدا بس ياريك اتشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل وما ننساش زي ما تعودنا لايك وتنزل في التعليقات تقول لي حضرتك كنت اللايك رقم كام ويلا نبدأ وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين بيطوروا طريقة جديدة لدمغ الدهب عن طريق الليزر حيكون عبارة عن QR كود موجود على القطعة الذهبية بدلا من الدمغة بالقلم الشكل الأديم اللي موجود معانا دلوقتي الQR كود ده حيكون بالنسبة للقطعة الذهبية عبارة عن بصمة لا تتكرر حيتم تسجيل فيه كل بيانات القطعة الذهبية في مصلحة الدمغة مكوناتها ايه؟ وزنها قد ايه؟ نوع العيار؟ اسم المصنع اللي صنعها؟ بيانات المصنع ده الدريبية؟ كمان اسم صاحبها اللي اشتراها او اصحابها في حالة تنقلها بين المشترين المشروع ده بيتم الاعداد ليه من فترة طويلة وحيتم اعتبار العام القادم مرحلة انتقالية يتم اعتماد فيها البصمة بالليزر والبصمة بالقلم طيب ايه فايدة المشروع ده؟ انه حيتم القضاء على ظاهرة غش الدهب سواء المزور او المغشوش في مكوناته او الغير مدموغ اصلا وكمان سرقة الدهب لان زي ما قلت لحضراتكم ان كل قطعة دهبية من خلال الكيو ار كود ده هيكون معروف مين صاحبها ومتسجل في مصلحة الدمغة فمش هيتم التعامل مع السارق وحيتم معرفة صاحبها الاصلي مين كمان بعد القطع كانت شكلها مشوه نتيجة الختم القديم لكن طبعا الختم بالليزر مش هيكون في العيب ده الدهب الجديد اللي موجود حاليا في المحلات حيتم دمغه بالدمغة الجديدة على مراحل طيب الدهب القديم مصيره ايه؟ مش هيحصل له حاجة طالما الدهب نفسه سليم والختم اللي موجود عليه صحيح ومعاه فطورة طبعا ده لحد ما يتباع ويتصهر ويبدأ نزوله بشكل جديد بالختم الجديد وحسب كلام معالي الوزير علي المسلحي وزير التموين قال ان الدهب اللي موجود مع المواطن اكيد مش تريه من تاجر ومدموغ لان التاجر بيتعامل مع مصلحة الدمغة لكن اللي بيمتلك سبائج ذهبية حيقوم بالتوجه لمصلحة الدمغة في فرعيها سواء العبور او الجمالية ويقدم طلب لدمغها هناك وحيدفع رسوم بسيطة عبارة عن جنيه ونص للجرام علشان تتختم بالختم الجديد قولي في التعليقات حضرتك هتعمل ايه في الدهب اللي عندك هتخاف وتبيعه ولا هتحتفظ بيه لانه ختمه سليم لو عجبتك الحلقة ياريت تشرفني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل وياريت لايك وتقولي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض وشكرا لكم